رأس اليوم وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي جيتو يانباي افتتاع عمل الورش حول تأسيس إطار وطني من أجل التشاور حول سياسات المالية العامة في شات الورش نظمها مركز دراسات وتدريب من أجل التنمية بالتعاون مع الاتحاة الأوروبي قليل حسن صالح دعم المؤسسات الحكومية من خلال العمل المشترك وتأهيل الكوادر الوطنية من أجل التنمية أمر في غاية الأهمية حيث نظم مركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية ورشة تفاكرية لتأسيس إطار وطني من أجل التشاور حول السياسات المالية العامة في شات المدير العام لمركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية إيف جون فانق قال إن مشاركة الحكومة في تطبيق مخططاتها التنموية التي تسعى إليها هو أحد أهم أهداف المركز مضيفا بأن هذه الورشة وغيرها من الورش التي نظمها المركز بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تنصب في إطار السياسات المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الكادية وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي أنجيتو يانباي أبان عن أهداف مشروع العمل الإداري الشامل والذي يسعى لتنظيم المؤسسات الخاصة والتنوير السلطات التقليدية من أجل العمل المشترك مع الحكومة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق خطط الطاولة المستديرة على أرض الواقع وأشاد الوزير بهذه الورشة التي أكد على أنها تتطابق مع الرؤى صاحب الفخامة رئيس الجمهورية دريس دبيتنو كما طلب من المشاركين الخروج بإستراتيجيات جديدة وأراء بناء تسهم في دفع عجلة التنمية والوصول إلى شاد المبتغى في مطلع العام 2030 سلم اليوم سفير جمهورية القابون بالبلاد الذي اتخذ العاصمة الكامرونية وندا مقرر له سلم أوراق اعتماده لأمينة الدولة بالخارجية الدكتورة هواتمان جامع المناسبة جرد بحضور معاونها التقرير إبراهيم بحام مسلفين توطيدا للعلاقات التي تتمتع بها البلاد مع الدول الصديقة جاء مناسبة تقديم نسخ من أوراق الاعتماد للسفير القابوني لدى البلاد بول باتريك بيفوت وتسلم أوراق اعتماده أمينة الدولة بالخارجية دكتورة هواتمان جامع كسفير فوق العادة ومطلق الصلاحية مع إقامته الدائمة بالكامرون ويشمل صلاحيته كل من إفريقيا الوسطى وشاد وبعد المقابلة مع أمينة الدولة بالخارجية صرح السفير القابوني عن العلاقات المتميزة بين البلاد ودولة القابون وقال إن شاد ضمن الدول في إفريقيا المركزية ونعمل على تعزيز الشراكة بين الدولتين في المجالات الاقتصادية وخاصة الثروة الحيوانية والمعادن وتبادل الخبرات التجارية والسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي ونشير إلى أن اعتماد السفراء بين الدول تنصف في مجال تطوير العلاقات القائمة مع الدول الصديقة والجارة وقعت الأمان العام للحكومة مع شركة تيغو للهاتف المحمول على اتفاقية تعاون لفتح موقع على الإنترنت يسمح للمواطنين الإطلاع على الجريدة الرسمية للجمهورية وقع من جانب الحكومة الأمين العام النائب للحكومة حسن أحمد فتشا ومن جانب الشركة مديرها العام سعيد أحمد حسن جعل أخبار الحكومة والقرارات الرئاسية في متناول المواطنين بكل سهولة دون بدل أي مجهود هو المغزى من هذه الاتفاقية التي أبرمت بين الأمانة العامة للحكومة وشركة الاتصالات تيغو طريقة تفعيل هذه الخدمة لا تكلف الكثير من الوقت على حسب ما جاء في شرح المهندس أندرياس كامتو إذ يستطيع المشترك الحصول عليها بواسطة خدمة تيغو كاش وبالضغط على نجمة 501 شباك وبعد ذلك ما عليه إلا أن يتابع الخطوات وقد أكد الأمين العام النائب للأمانة العامة للحكومة أهمية هذه الخدمة وفائدتها للمواطنين أما ممثل مدير العام لشركة تيغو تاد عدنان حاد مسعود قال إن إطلاق هذه الخدمة يوفر الوقت والجهد على مستخدم تيغو وهذا ما تسعى إليه الشركة أما الكلمة الخاتمة كانت للوزير الأمين العام النائب بالأمانة العامة للحكومة حسن أحمد باتشا الذي قال إن الشفافية والوضوح أمر ضروري لتسيير العمل وجعل القرارات والمراسيم الرئاسية وغيرها من أخبار تخص الأمانة العامة للحكومة بين يدي المواطنين سيسهل كثيرا على الحكومة إيصال المعلومات اللازمة وبشكل متواصل إعلاميا الخدمة الرقمية أي الديجيتال توسع الرقعة الإخبارية وتسهل الوصول إلى المعلومات قدم اليوم وزير الثقاف والتنمية السياحية محمد صالح هارون حديثا صحفيا تحدث فيه عن ضرورة الاهتمام بالقراءة والكتاب نستمع الأجزاء من حديثي في مكروفون الزميلة ابتسام موسى عبدالله دارين بس ننتوم فورسة كيل الأولاد والبناد يعني يغورو من دوغاك كيلة إنا بدون غري ينادوا مقاكزة تما بزيت دوغاك كيلة إذا كان يتعلق في الأنصال أعود في نوامر جوزيف براهيم سيد لأنه هو أول كاتب حنا تشاد كتاب حقا بسمو في تشاد تحت النجوم كتابة سنة الف تسوميا تنين وستين وانينا السنة أشان في شهرال كتاب والغراي نفس الكتاب دا سونا في باريس وزيبنا هيني أشان نگسومو لجامع و أيضا سونا جبنا تلاتة ألف كتاب من باريس داكولو لجنا يعني أنتونا كيبس ونقر باريس وباريس داكولو عشان جماع يجو يغرو في شان بدون غراي دا واحد ليلة لقاء التقدم فغازات ما تكتر تزبطة كوي زيادة داكولو عشان دا دايرين كل ما سنة دا في شهر ايداشر نم يانين نسوو زي محراجان كيدا أشان نحج في الجراء وفي الكتاب